رفض ثلاثي يبرر عقد جلسة رئاسية راس براس رفض بر الدعوة من دون منافسة فعلية بين مرشعين أو أكثر رفض الخارج مبدأ التعطيل تحت طائلة العقوبات ورفض المعارضة والتيار الوطني الحر حصر بورسة الترشيح باسم سليمان فرنجية هو رفض فرنجية واحدة من الأمور ولكن ما بيأدي هذا الموضوع لازم نروح وهلأ اللي عم بتصير راحين بخطوة للاتفاق على اسم مقبول من هالأطراف لنقدر نروح فيه على الآخر وما بعتقد نحن بمرحلة حرق أسماء بده يوصل هذا الرئيس ما فيك تكون عم تعمل معركة بحدا ما بيوصل ما أنه الموضوع بقى بتوازن وبتوازن مضاد تقدم أحرز على صعيد الاتصالات بين القوات والكتائب والتيار للتوصل إلى أرضية مشتركة واسم مرشح في المقابل ترددت معلومات عن لقاء مرتقب الأسبوع المقبل بين جبران باسيل ووفق صفا اتصال سيجرى أو تواصل سيحصل بين سامي جميل وجبران باسيل لحسم مسألة شخصية المرشح الذي سيتم الاتفاق عليه وإذا كان جهاد أزعور بضرورة عدم التخلي عنه هناك تعويل أساسي على اللقاء الذي سيعقد بينه وبين رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب ووفق صفا لالتقاط إشارة معينة بأن الذهاب إلى خيار أو أحد خيارات المعارضة باتجاه أحد المرشحين أن لا يكون على صدام أو على مؤشر على حالة قطع كاملة مع الحزب وفقا للربيع التقاط باسيل هذه الإشارة سيكون شرطا أساسيا للتقدم السريع باتجاه اتفاق بينه وبين المعارضة في حين يعتبر النائب ليس عنكش أن اللقاء المفترض بين باسيل وصفا يجب أن يسرع في وطيرة الاتفاق بين المعارضة والأطراف الأخرى لفرملت وصول فرنجية ولكن هل ما زالت المعارضة بوارد تعطيل أي جلسة توصيل فرنجية رغم الحديث عن عقوبات؟ ممتاز خليه يبلشوا بيلي عطلوا 11 جلسة هيدا إحدى الخيارات يلي كمان عم نقشها مع الكل ليكون الوقع تبعها هي فرملت هيدا الموضوع الاسم يلي بدك تروح فيه هو اسم مفروض يكون مقبول وما بيستفز أو ما بيستنفر التعطيل بوجك سريعة 15 هزيران ولكن بقول نحنا بمرحلة حاسمة ولكن بحال دعا بر إلى جلستين فيها تنافس جدي على غرار عام 1970 يكون السيناريو الأول اكتمال النصاب ثم تعذر نائل كلا المرشحين 86 صوتا فالذهاب إلى دورة ثانية هنا يصعد طرفان إلى الوصول إلى أكثرية الـ 65 السيناريو الثاني هل سيكون حزب الله عنصرا مسهلا لعقد هذه الجلسة بحال لم يكن ضامنا لانتخاب سليمان فرنجية إذا لم يكن كذلك ستعقد الدورة الأولى لا يحقق أي طرف الأكثرية اللازمة أو أكثرية الـ 86 وبالتالي سيتم تعطيل النصاب في الدورة الثانية أما السيناريو الثالث فيتمثل بعدم حصول الجلسة نتيجة عدم الدعوة أو المقاطعة المسبقة من الثنائي الشيعي إلى حين ضمان الاتفاق على سليمان فرنجية وهو سيناريو المعركة الطويلة